أجمع خبراء فلكيون من 13 دولة على عدم إمكانية رؤية هلال شوال عيد الفطر يوم غدن الخميس وقال 25 خبيرا في بيان مشترك وفقا لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي وكدوا أنها غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمها فأشار البيان إلى أنهم بالنسبة لأدوة التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيا ولا تشترط رؤية الهلال أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم اشترك معها بلبل فيصبحوا أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة وبالنسبة لأدوة التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب فيفترض أن تكون عدة رمضان فيها ثلاثين يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من إبريل أشترك جميع آمي رؤية مقبولة الفطر الحساب general الفطر الحساب الفطر خلوق الفطر الفطر اشتركوا في القناة